أولا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الله تعالى غني عن عبادتنا وبالتالي هو فقط العبادة دي انت بتستنفع بيها وبمجرد أن يراك الله على طاعة الله يرحمك بها ومجرد أن يرى الله تعالى رحمة في حياتك حتى الرحمة الإنسانية الله عز وجل يرحمك بها من لا يرحم لا يرحم وازل معاني كثيرة جدا في السنة ورد أن امرأة دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض وفي المقابل أن امرأة خرجت فوجدت كلبا يأكل الثرى من العطش فسقته فشكر الله لها وغفر له إذن حياة المرأة لو كانت ستين سنة المرأة دي لو كانت حياتها ستين سنة موقف واحد مخدش منها نصف دقيقة غفر الله لها وشكر له نفس النظام موقف واحد في ليلة القدر أو في أي وقت من أوقاتك ما يخدش منك دقيقة واحدة يلتخلك الله تعالى الجنة ويعطيك ما تتمنى وزيادة ويعطيك الهداية ويعطيك الرزق ويعطيك كل شيء ويعطيك ما لا تعتقد ولا تدرك وهذا هو المقصود بقوله يرزق من يشاء بغير حساب وورد أيضا في مثل هذا المعنى أن كما روى الإمام البخاري أن رجلا لم يعمل خيرا قط غير أنه كان يدين الناس فكان الفقراء يقصدونه للاستدانة يخذون منها قروط حسنة يعني فمات هذا الرجل لم يصلي لم يزكي لم يفعل فعلا يعني خيرا أبدا إلا هذا الفعل أو هذا العمل فلما بعث بين يدي رب العزة والذي نقل هذا الموقف هو النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله فالملائكة لم تجد له أي عمل غير هذا الموقف فقال الله تعالى هذا الرجل كان لأتيه للفقراء ويستدينون منه يأخذ منه فلوس سلف فإذا ما جاء الأجل قال لغلمانه تجاوزوا عن فلان وتجاوزوا عن فلان وتجاوزوا عن فلان رحمة بهم فقال الله تعالى أنا أولى منك بهذا تجاوزوا عن عبدي وكل هذه المعاني التي قلتها أعني أننا ينبغي ما بقي من شهر رمضان المبارك أن نستلهم فيه رحمة الله تعالى وأن نكرس أنفسنا وجهودنا وقلوبنا وأرواحنا في عبادته ترجمة نانسي قنقر